شكرا لكم منا التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم الكلية الحربية حيث شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددا من العنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية بشكل يومي عليها بمقر الكلية الحربية كما شاهد الرئيس السيسي عددا من العنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المطورة كما قام الرئيس السيسي بتفقد عدد من مناطق تدريب الطلبة وأشاد بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الإعداد الراقي للطلبة المستجدين كما طلبهم أيضا بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة كما أدار الرئيس السيسي أيضا حوارا مفتوحا مع الطلبة الجدد تناول عددا من الموضوعات والقضايا التي تدور محليا وإقليميا مستعرضا ما تقوم به الدولة المصرية من مجهود في مختلف المجالات حتى يتمكنوا من تقدير الموقف بالشكل الصحيح وبأساس معرفي سليم كما التقى الرئيس السيسي بعدد من أسر وأهل الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم ووجه لهم التحية والتقدير لما يتحمله من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن صلى قدسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريق الكرازة المرقصية صلوات قدس عيد الغطاص المجيد في مقره ببيت الكرمة بكينج ماريوت بالأسكندرية حيث ألقى قدسته عذة القدس وقال المتحدث باسم الكنيسة القطية الأرسوزكتية إن هذا يأتي في إطار استمرار قدسة البابا تودروس في فترة الراحة المصابية من قبل الأطباء إثر حالة الإجهاد التي تعرض لها مطلع الشهر الجاري يعقد مجلس النواب اللبنانية اليوم جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق مشيل عونة الذي انتهت ولايته في 31 من شهر أكتوبر الماضي ويعيش لبنان منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر حالة فراغ رئاسية نتيجة غياب التوافق اللازم لانتخاب رئيس جديد للبلاد داخل مجلس النواب على مدار عشر جلسات سابقة ولم تصفر الانتخابات فيها عن حصول أي من المرشحين للرئاسة على الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة اللبنانية جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زلناسكي دعوته لحلفاء بلاده من دول الغرب بإرسال دبابات قتال متطورة لدعم أوكرانيا ضد روسيا وخلال كلمة له أمام منتدى دابوز دعا زلناسكي إلى سرعة اتخاذ القرار بشأن تسريع عمليات تسليم الأسلحة الجديدة لكييف مضيفا أن الوقت الذي يستخدمه العالم في التفكير بشأن دعم بلاده تستخدمه روسيا في مواصلة هجومها على بلاده كما أكد أن مختلف الدول أظهرت بشكل مستمر أنها مترددة للغاية في التحرك لمواجهة روسيا بحسب قوله أعلنت رئيسة وزراء نيوزولندا جاسيندا أردرين أنها ستستقل من منصبها الشهر المقبل وقالت أمام أعضاء من حزب العمال الذي تنتمي إليه أن الوقت قطحان بالنسبة لها مضيفة أنها لا تمتلك ما يكفي من الطاقة لأربع سنوات أخرى في المنصب وكانت أردرين قد تولت رئاسة حكومة التلافية عام 2017 قبل أن تقود حزبها إلى فوز ساحقا في الانتخابات التي أجريت في عام 2020 افتتح المنتخب الوطني الأول لكرة اليد اليوم مبارياته في الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في بولندا والسويد عندما يواجه نظيره البلجيكي في السابعة مساء وصعد منتخب مصر إلى الدور الرئيسي بعد تحقيقها الفوز في مواجهته الثلاثة بالدور التمهيدي على كل من كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة ليحصد العلامة الكاملة ويصعد لمواجهة أول ثلاث منتخبات في المجموعة الثامنة وهي على الترتيب بلجيكا والبحرين ودنمارك نهاية موجز التاسع ونعود لاستكمال باقي فقرة صباحة خيرية مصر بعد الفوصل